هذه أبرز العنوين موعد مباراة المنتخب المغربي الأولمبي والأرجنتين وهذه القنوات النقلة مفاجأة المدافع المغربي نايف أكرد يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق السعودي موناكو يقدم عرضا ثانيا بقيمة 15 مليون يورو لضم العنوي مدر بورينجرز نحن نعمل مع إيجامان بشكل فردي لجعله أقوى قبل أن يلتحق بالتدارب الجماعية للفريق يشهد ملعب جوفريج ويتشارد في مدينة سانت إتيان الفرنسية يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 مواجهة مثيرة بين منتخبي المغرب والأرجنتين في جولة الأولى من المجموعات الثانية بدورة الألعاب الأولمبية أولمبيات باريس 2024 وتعد هذه المباراة من أهم مباراة الدورة الأول حيث تمثل فرصة دهبية لكل المنتخبان للتأهل إلى الدورة الثالي فيما يلي بعض المعلومات المهمة عن هذه المباراة موعد المباراة بتاريخ 24 يوليوز 2024 في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت المغرب أما القنوات الناقلة هي بينسبورت القطرية هي الناقلة الحصري والوحيد لبتي أولمبيات باريس 2024 داخل شرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية وفي مباراة المنتخب المغربي ضد الهراق ستقام يوم الثلاثة ثالثين يوليوز الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب على ملعب آليانز ريفيرا بمدينة نيس والمغرب ضد أوكرانيا يوم السبت 27 يوليوز على الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب في ملعب جيوفروي جيوتشارد مدينة سانت إتيان وبالنسبة لقائمة المنتخب المغيبي في حراسة المرمى يوجد مونير المحمدي رشيد غانمي محمد ريدا أسمامة وفي الدفاع أيمن الوافي مهدي بوكامير أشرف حاكيمي أكرم النقاش زكرياء الوحدي عاديل تحيف هيثم مناؤوت وفي خط الوسط يوجد بن يمين بوشواري ياسين كشطاب أسامة ترجالين بيلال الخنوس أسامة العزوزي أمير ريتشاردسون ومهدي مبارك وفي خط الهجوم يتواجد كل من المهدي موهوب عبد صمات زلزولي إلياس أخماش إلياس بن صغير وسفيان رحيمي يتواجد الثلاتي أشرف حكيمي نجم فريق باريسان جرمان وسفيان رحيمي لعب العين الإماراتي والحارس مونير المحمدي المندم حديثا لينهضة بركان كثلاتي فوق السن على رأس القائمة ويطمح المنتخب المغربي الأولمبي لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ وتعد هذه المباراة هي فرصة دهبية لكل المنتخبان لتأهل إلى الدور التالي بات الدولي المغربي نايف أكرد مدافع ويست هام يونايتد الإنجليزي على رداري صندوق الاستثمارات العامة لتدعم صفوف أحد أندية دور روشن السعودي خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن صندوق الاستثمارات العامة وضع إلى جانب نايف أكرد كل من محمد قدوس والبروزيلي باكيتا لتعزيز أندية دور روشن السعودي وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي النادي الإنجليزي منفتحين على الاستماع إلى العروض التي لا تقل عن 30 مليون جنيه إسترليني وهو نفس المبلغ الذي تم دفعه لضم أكرد في عام 2022 قادما من ناديرين الفرنسي يؤشر إلى أن المدافع المغربي البالغ من العمر 28 سنة يمتد عقده رفقة ويستهام يونايتد الإنجليزي إلى غاية عام 2027 بات الدولية المغربين إلى العنوي لاعب نيس قريبا من الانتقال إلى صفوف موناكو الفرنسي خلال الميركات الصيفية الجاري ونقلا عن موقع فوت ميركاتو الفرنسي فإن لانس مستعد للتخلي عن خدمات العنوي مقابل الحصول على سيولة مالية تنعش خزينته ولفت الموقع إلى أن لانس وضع شرطا بالحصول على 25 مليون يورو مقابل تسريح العنوي وهو المبلغ الذي أترضى عليه موناكو مقترحا 15 مليون يورو فقط لشراء عقد اللاعب المغربي ووفقا لمصدر ذاته فإن موناكو قدم عرضا ثانيا بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع الدولية المغربي مبرزا أن هذا المبلغ يبدو أنه هو الأقرب لجعل لانس يقبل بتسريح لاعبه جدير بالذكر أن نائل العنوي كان قد وقع في كشفات لانس صيف سنة 2023 ويجمعه عقد مع الفريق حتى عام 2027 تحدث فيليب كليمنت مدرب رينجرز عن المحترف المغربي حمزة إيجامان الذي انتقل إلى صفوف النادي الإسكتلندي خلال المركات الصيفية الجاري وقال كليمنت في تصريح لقناة الرسمية للنادي الإسكتلندي بالنسبة لحمزة إيجامان هذا تغيير هائل في التقافة والحياة هنا وطريقة التدريب والعمل واللغة أيضا لذلك لدينا مترجم هنا يترجم كل شيء وتابع المدرب تصريحاته قائلا من ناحية التدريب هو متأخر في الوقت الحالي مقارنة بالآخرين ونحن نعمل معه بشكل فردي لجعله أقوى قبل أن نضعه في التدريب الجماعية يذكر أن إيجامان انتقل إلى صفوف رينجرز بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم أي إلى غاية صيف 2029 بعدما أمضى رفقة الجيش الملكي ثلاثة مواسم ونصف ترجمة نانسي قنقر